طيب خلينا نتفل مع بعض ان احنا في الاول هنعمل زي كده بسيطة تعرفكم المنهج في ال او ال هيكون شكل ايه الاسئلة بتاعت الامتحانات شكلها ايه والنظام بتاع الفرس. اه في البداية خلينا نقول شوية حجابت يعني في البداية الخارس احنا هنتكلم على كامستري اي جي سي اس اي زيرو سي ناين سيفن وان اللي هو ناين توان تامبريدش اه هنتكلم على الكود بتاع المادة هنتكلم على ان انت تختار انهي لو قدامك الاختيار تختار اه زيرو ناين سيفن وان ولا تختار الكود التاني. طيب في البداية المين ريسورسز يعني احنا هندرس منين. في الورد تكست بوك كان عندنا كتاب قديم كده اللي كانوا بيشتغلوا منه الورد تكست بوك ده كان شكله زي ما انتم شايفينه كده. طيب بالنسبة للنيو تكست بوك. النيو تكست بوك هو الريد وان ده. يبقى ده النيو تكست بوك بالنسبة الكامبريدش. طيب احنا هنذاكر من التكست بوك? لا احنا هنذاكر من حاجة تانية. هنذاكر من النوت. طبعا بعد كل شابتر انا هديك نوت. النوت دي دي ديزاين ديزايند باي تيتشل وسامرايز المين توبك. يعني مسلا احنا النهارده هنشتغل في نوت شبه دي كده بالضبط. وانا كنت نزلتها عندكم وانتم شفتوها. اللي هي state of matter. فاحنا يما نيجي نتكلم على الفرست طابق اللي هو state of matter او states of matter. هنبدأ ان احنا نتكلم من نوت معينة. وانا عايز اقولك ان انا في النوت انا هتترك كل حاجة موجودة في التكست بوك انت محتاجها في الامتحان. طبعا احنا كلنا بنبقى ماشيين على سيربس معين. فبالتالي بنبقى عارفين هو محتاج كزا. محتاج طابق كزا. محتاج برض كزا. فعشان كده الاجزاء اللي انت محتاجها انا ببقى احطتها لك في النوت. فانت مش هتحتاج تفتح اي حاجة غير النوت. والنوت بالنسبة لك هتكون free. يعني بعد كل session بعد ما نخرص. بتاعتي ما ببعت لك النوت بتاعتي. لانه برضو بيكون عارف فيها. استعزانكم بس محدش يعمل unmute غير لو هو عنده سؤال وممكن يعمل raise hat. طيب. اه بالنسبة لي حاجة اسمها classified. what is meant by classified. الclassified ده هو classifying الباست بيبرز. according to topics. يعني كل شابتر. الاسئلة بتاعته بنحطها في classified باست بيبر او. الclassified questions اللي هي بالطوبق. باي طوبق. يعني مثلا دي classified للatoms element and compound. بيكون شكلها كده بيكون معك بي دي اف. طبعا عدد الصفحات بيكون مختلف. هي updated كل سنة. فبالتالي عدد الصفحات هيكون اكتر من كده بكتير. وفي ميزة حلوة في الclassified ان ان شاء الله هيبقى لكل سؤال في فيديو بيشرحه. يعني انا هكون حاطة لكل سؤال في فيديو بيشرحه. فبالتالي انت لو عندك اي مشكلة في اي سؤال بتقدر ان انت ترجع للفيديو وتتفرج عليه. طيب. طبعا بيكون عندنا قوازز after each topic. يعني كل طبق هنخلصه هنعمل عليه قواز. بيكون عندنا mocks. ده بيكون على several topics. let's say three or four. وقبل نهاية المنهج اللي هو في شهر اتنين مثلا بنبدأ ان احنا هنحل بخط بيبرز كاميرا. عشان نخش الامتحان واحنا جاهزين. طيب خدوا بالكوا ان الord topics كانوا 14 topics لكن احنا بنتكلم على new content. فاحنا هنتكلم على 12 chapters. احنا هنتكلم على states of matter. ويمكن النهاردة هناخد نص ال states of matter. بعد كده بعد ما نخلص ال states of matter هو بياخد مننا او each topic من دول بياخد مننا two sessions. بعد ما هنخلص كل topic هنبدأ ان احنا نحلل classified بتاعته. الclassified احنا عندنا نوعين. paper two و paper four. فكل topic هنحل بعديه الclassified بتاعته وانا هوليكوا ايه الفرق ما بين paper two و paper four ممكن الناس كتير تكونوا عارفة الفرق. طب ال topics بتاعتنا السنادي هتكون states of matter هياخد معانا two session. atoms element and compound. بعد two session. stoichiometry electrochemistry. whatever كل الحاجة من دولة تاخد two session. except مثلا chemical energetics هياخد just one session. acid base and sort هياخد one session. chemical reactions ممكن ياخد مننا two or three sessions. في periodic table هياخد one session. metals one session. chemistry of environment one session. بس زي ما اتفقنا بعد كل topic رازم هنحل الclassified بتاعته. وبعد كده نعمل عليه امتحان. نتأكد ان الدنيا تمام. بعد كده نخش على ال topic. هناخد حاجة اسمها chemistry of environment. هناخد organic chemistry. وده بقى هياخد مننا كذا session. وهناخد اخر حاجة experimental techniques and chemical analysis. ويمكن ديها اهم جزء في paper six. طبعا هتقولين انت رسا ما كبتش اي حاجة عن paper six. اهم طبق بالنسبارها هيكون experimental technique. والchemical analysis. و هيبقى في اجزاء paper six من topics. طبعا السيشن هتكون recorded. واي حد بحضر السيشن هيبعط لي message. هيبعط له record بتاعه. طيب احنا عندنا two codes للchemistry. في عندنا chemistry zero six twenty. وفيه chemistry zero nine seventy one. طبعا نختار ده. ليه نختار ده. عشان ده بيكون by numbers. يعني ال nine تعتبر star. وبردو eight star. لكن هنا ال star هي واحدة بس. طيب خلينا نبص على ال papers بتاعة ال exam. في ناس كانت اراتري دلوقتي انها لسه دخل grade nine. ففي grade nine انت بيبقى اسمك core. انت موجود دلوقتي في core. طيب. الناس اللي بتساء على الرقم هو الرقم بيه مكتوب هنا. بس خليني. يعني بعد شوية هيبقى فيه QR code. هتقدر ان انت تتخش عليه وتشوف الرقم. طيب. اه بالنسبة للناس الريف nine. الناس الريف nine. اللي هم هيمتحنوا nine. مش هيمتحنوا ten. اللي لداخلين nine. ففيه فرس مع core. دي الامتحان بتاعك بيبقى out of five. او ال five بيكون highest. ال highest grade. وبيكون عندك paper one. دي شبه paper two بالنسبة للناس اللي لداخلين grade ten. برضو forty five minutes. عليها forty mark. هي بالضبط زي paper two. اللي هي بتكون multiple choice questions. بيبقوا forty questions. كل واحد فيهم A, B, C, D. طيب. بالنسبة لي الكور برضو. I'm talking about grade nine. الكور بيبقى عندهم السيري والسيري دي او ال paper three. دي شبه paper four بالنسبة لgrade ten. ودي بيكون مدتها one hour and fifty minutes. والمارك بتاعتها بتكون 80. وي برضو هي short essay question. يعني انت بتكتب فيها كتابة مش just multiple choice. طيب. بيبقى six بالنسبة لgrade nine وgrade ten. الاتنين زي بعض. بيبقى six بتكون one hour. عليها forty months. واحد هي بتمثل twenty percent من الفاينال اجزام. وانا هقوليك الخزبة دي بعد شوية لما اتكلم على بيبقى two four six. الجريد ten. طيب. خلينا انا نتكلم على الاكستاندد. يبقى احنا كنا بنتكلم على الكور. الكور اللي هو جريد nine. احنا دلوقتي بنتكلم على الاكستاندد. اللي هو جريد ten. اللي هو معظمه. الاكستاندد assessment. بالنسبة لي ال papers بتاعتها. طبعا نخدوا بالكو ان في الكود الجديد اللي هو zero nine seven one. بيكون nine و eight الاتنين star. يعني nine او eight الاتنين يعتبروا star. طيب. احنا دلوقتي بنتكلم على ال paper two. ال paper two في الاكستاندد both multiple choice questions. 40 marks. بتمثل 30% من الاكزام. this means 40 دول multiplied by one point five. يعني معناها هيبقوا 60 marks. يبقى تكير ان paper two بتبقى multiplied by one point five. يعني هيبقى عليها actually 60 marks of two hundred. طيب. paper four. paper four هتبقى multiply by one point two five. يعني معناها عليها one hundred marks. هي مكتوبة 80. يعني انت او انت بتمتحن بتشوف الورقة مكتوب 80. بس actually بعد الامتحن هم بيعمررها مرتبراي by factor one point two five. فعشان كده بيكون عليها hundred marks. وده اللي بيقولك انها fifty percent من ال two hundred. التوتر two hundred. وهنا برضو سيرتي برسانت. يعني معناها سيرتي برسانت. وفتو هندرد يعني معناها عليها سكستي. وزي ما اتفقنا الالترنيتف تو براكتكل اللي هي paper six. دي هتكون just one hour عليها forty marks. وده بتكون اسهل واحدة اسهل ورقة. والفورتي مارس بتاعتها مش مرتبرايت في حاجة. يعني مش مرتبرايت فاكتور. يعني forty marks actually forty marks. طبعا خدوا بلكوا ان الاسئلة. الاساسمنت اوبجيكتبز. الفيفتي ارناف ايه او وان. ده knowledge and understanding. يعني لازم يكون عندك معلومة عن الكورس. المعلومة دي هي اللي احنا بنشرحها في النوتس. طب في سيرتي برسانت تانية. اللي هي السيرتي برسانت دي بتعتمد على ان انت تكون فاهم. مش حافظ. بمعنى ايه? بمعنى انه مش هيسألك في المعلومة. هو هيبقى عايزك انت توظف المعلومة في اجابة السؤال. وده انا هوضحه معاكم واحنا بنحل الكلاسيفاد. هقولك ان السؤال ده كمعلومة انت المعلومة عندك. بس انت هنا بتستخدمها في حاجة تانية. بتحل بيها مشكلة. بتحل بيها سؤال. وطبعا الاي او سري ده الاكسبريمينتر تكنيك او يعتبر البركتكال. يبقى احنا هنا نقدر نقول ان الاي او وان ده في بيبر واتفر وان وطو او واتفر سري وفور ده بالنسبة وان وثري ده بالنسبة ناين. تو فور ده بالنسبة تان. بيمثل سكستي سري برسانت. ده اللي هو. لازم يكون عندك المعلومة. الحاجة التانية. سانية احدة. الحاجة التانية بالنسبة لي. الهندلينج ان انت تستخدم المعلومة دي في اجابة السؤال. ده بيكون عليه سيرتي سيفين برسانت. طيب. وطبعا في جزء اللي هو البركتكال ده بيبر فايف او سيكس. طبعا كلها تمتحنوا بيبر سيكس. بيبر سيكس بتكون ارترنيتف تو براكتكال. يعني انت بتمتحن حاجة شبه البركتكال. مش البركتكال نفسه هي حاجة شبهة. بمعنى ان احنا بيكون عندنا معلومات. المعلومات دي احنا بنوظفها اذا experiment and so on. واي experiment انا هكون موريهارك بفيديو. يعني هوريك ال experiment بتتعمل ازاي بفيديو. طيب. في حاجة مهمة قوي اسمها الكامستري باويندرز او الكيرف او الجريت. بصوا كده ده مسلا نوفمبر 2021. الباويندرز دي بتقولك ايه? بتقولك انت عشان تجيب ناين محتاج مثلا let's say 144 out of 200. عشان تجيب ناين مثلا في بيبر 2 محتاج 28 out of 40. عشان تجيب ناين في بيبر 4 محتاج 56 out of 80. طب عشان تجيب 8 محتاج كذا. 7 محتاج كذا. فده اسمه كيرف والكيرف ده بيقولك انت امتى توصل whatever 9 او 8 او كده. فعشان كده انت ممكن تكون الدرجة بتاعتك اقل شوية بس الكيرف ده يزودها شوية يوصلك ريناين او whatever يوصلك ريئيت. طبعا هم دول الهدف بتاعنا اللي هم الستار. طيب. ده كده بالنسبة لي الريد باوندرز وطبعا رازم تبقى عارفين ان السيربس اتغير starting من 2023. ففي حاجات كانت موجودة في الارد سيربس دي خلاص ما بقتش موجودة. في حاجات هم زودوها بحيث ان انت مسلا في بابل سيكس بدأ يديك تابل موجود في كل الى هي زمان ما كانش بيعمل كده. الحاجات دي احنا هنبدأ نقول حصل تعديل هنا دي الحاجة المهمة. في حاجات قديمة خلاص انت مش هتبقى متابعة. طيب. دي كده اللي احنا عايزين نقولها على الى سيربس. حاجاتنا افره كورده. شكرا